السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم ستة أشياء تصلوا بها الوالدين في قبرهما تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا شك إن الإنسان يعني بينكسر قلبه بموت أحد الوالدين أو كلاهما الإنسان قلبه بيتكسر لأن دول أكتر اتنين بيحبون من قلوبهم بصدق بفضل الله سبحانه تعالى فمن الوفاء إن بعد موت الأب أو الأم أو الاتنين إن الإنسان يصل للوالدين بعد موتهما يعني هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان وده من الوفاء الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكتر ستة أشياء نقدر نصل به الوالدين في القبر هي كالآتي رقم واحد الدعاء لهما إن إحنا ما ننساش ندعي للأب والأم ندعي لهم إن ربنا يغفر لهم ويرحمهم وينور قبرهم ويوسع قبرهم ويثبتهم عند السؤال وإن ربنا يجعلهم من أهل الجنة وإن ربنا سحانة تعالى يجعلهم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى دائما كده نفضل ندعو للوالدين وكما تدينه تدان والجزاء من جنس العمل زي ما هندعي للوالدين بعد عمر طويل لما نموت هلأ أولادنا وأحفدنا هم كمان بيدعونا بعد موتنا ولا تتصوروا ورب الكعب قد إيه الإنسان الحبيس في القبر ده بيكون محتاج لأي دعوة من إنسان صالح أو من إنسان صالحا بيحتاج الدعوات دي بيحتاج إن إحنا ندعيله وإن إحنا لا ننساه أبدا من الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى رقم اتنين الاستغفار لهما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل وكلمة الرجل هنا تشمل الأب والأم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقولوا أن هذا إزاي ترفع درجتي في الجنة مع إن أنا مدفون في القبر وخلاص انقطع عملي درجتي ترفع في الجنة إزاي فيقالوا باستغفار ولدك لك ما شاء الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بترفع درجة الإنسان في الجنة باستغفار الأولاد والبنات للوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى طب نستغفرهم إزاي اللهم اخفر لي ولي أبي وأمي اللهم اخفر لي أبي وأمي رب يغفر لهم يا رب العالمين المهم بأي صيغة يعني بأي صيغة نحن نستغفر لهم اللهم اخفر لي أبي وأمي اللهم اخفر لي أبي وأمي دي أبسط صيغة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة الصدقة الجارية ايه الصدقة الجارية؟ الصدقة التي يجري أجرها ولا ينقطع يعني مثلا نشارك في بناء مسجد نشارك في حفر بئر نشارك في توصيل مية لقرية من القرى نشارك في غرس نخيل نشارك في أي حاجة يستمر الثوابها العمر كله حتى ولو بأجر بسيط جدا أو بيه مبلغ بسيط جدا يعني مثلا على سبيل المثال لو إنسان حالته بسيطة جدا ما معهوش إلا ألف جنين ونفسه إن هو يصل الأب والأم في القبر يعمل إيه؟ بكل بساطة مسجد بيت بني شوفوا رغم البساطة ورغم إن اللي هيدفعه يعني حاجة بسيطة جدا إلا إنها بفضل لا لها ثمرة لا تخطر على قلب وبشر هيدفع في بناء المسجد ده ميت جنين إيه الميت جنين دي تعمل إيه؟ ولا تجيب بلاطة سلاميك حتى بس يشارك يعني بما فيه مقدوري طبعا هو لو غاني يدفع أكتر يعني كل واحد على قدر الاستطاعة تمام كده؟ فلو دفع ميت جنين مشاركة في بناء مسجد ويكون في ميزان حسنات الوالد والوالدة وخدوا بالكم لما بنعمل صدقة جارية للأب والأم بتوصلهم يعني يوصلهم الأجر ويوصل لنا إحنا كمان الأجر وده من فضل الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى فندفع مثلا مئة جنيه في مشاركة في بناء مسجد ميت جنيه في مشاركة في كل دير مية ميت جنيه مشاركة في حفر بئر ميت جنيه مشاركة في زرع نخيل ميت جنيه مشاركة مثلا في توصيل مية لإحدى الكرة وهكذا تخيلوا بقى كل اللي يشرب من البئر أو من المية ديت أو اللي يأكل من نخيل دوت أو اللي يصلي في المسجد ده كل ده يبقى في ميزان حسناتكم وحسنات الآباء والأمات طبعا كل ما يكون معنا فلوس أكتر ندفع أكتر وما تخافوش ورب الكعبة الفلوس مش بتنقص بل بتزيد وبيطرح فيها البركة قال جل وعلا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي بسنة صحيح ثلاث أقسم عليهن كان أول حاجة ما نقص مال عبد من صدق فاتطمنه مهما هتدفعه والله الفلوس ما بتنقس أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة حبيبي صيام ما فاتهما من الفريضة الأب والأم ماتوا تمام كده طيب كان عليهم أيام من شهر رمضان الأب كان مريض وفاتته أيام الأم كانت مريضة أو كان عندها العذر وما لحقتش إنها تقضي تلك الأيام نصوم الأيام دي عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى حتى ممكن نوزعها لو الأب عليه ثلاثين يوم والأم عليها ثلاثين يوم وإحنا مثلا مثلا يعني خمسة من الإخوة والأخوات كل واحد يتحمل عدد معين من الأيام فمثلا نقول مثلا لفلان وفلانة مثلا إنت هتصوم مثلا عشر تيام وإنت تصوم عشر تيام وإنت تصوم عشر تيام عن الأم وفلان 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 يصوموا كل واحد عشر تيام عن الأب يبقى كده قضينا عنهم بفضل الله الأيام اللي فاتتهم بفضل الله سبحانه وتعالى وهكذا يبقى صيام ما فاتهما من الفريضة رقم خمسة الحج والعمرة عنهما إذا كان لم يحجه يعني لو ما حجوش حج الفريضة نحج عنهم بس بشرط لكون حجينا عن نفسنا يعني قبل ما حج عن أبويا أو عن أمي لازم أكون أنا حجيت عن نفسي تمام كده حجيت عن نفسي بها أحج عن أمي وأحج عن أبويا بفضل الله ويوصل لهم الأجر ويوصل لكم الأجر بفضل الله رقم ستة أن نصل أصدقاء وأقارب الأب والأم بعد موتهما إزاي يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي إزاي بقى يعني مثلا الأم كان لها صديقات من الجيران أو من الأقارب من عائلة أو غير ذلك لما تموت الأم بنتها تروح تزور صديقتها وأقاربها من النساء وتتطمن عليهم يحسب ده صلة رحم ليها وللأم في نفس الوقت وهي في قبرها بفضل الله الأب مات فالابن يروح يزور أقارب وأصدقاء الأب تمام يتحس بصلة رحم تمام ويتحس بفضل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسنات الولد وميزان حسنات الأب بفضل الله سبحانه وتعالى وأختم بهذا الحديث كما عند مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان معاه عبد الله بن دينار فمشيين في طريق كده يعني إحدى الطرق فالمهم وهم مشيين قبلهم واحد من الأعراب من البدو فنزل ابن عمر من على الدابة بتاعته ورح مركب الرجل البدوي ده الأعراب ركبه على الدابة ورح ملبسه العم بتاعته وتركه ينصرف يعني اداله الدابة هدية واداله كمان العمامة اداله هدية فعبد الله بن دينار بعدما انصرف الرجل قال لعبد الله بن عمر يا ابن عمر يعني ماذا فعلت إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير يعني كان ممكن تديله ربع دينار كان هيبقى مبسوط جدا تروح تديله الدابة بتاعتك وتديله العمامة بتاعتك فقال يا أخي إن أبا هذا الرجل أبو الرجل ده اللي مشي ده كان ودا لأبي عمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليه يعني من أبر البر إن أنا أصل أحباب أبويا وأصدقاء أبويا بعدما أبويا يموت بفضل الله سبحانه تعالى دول ست أشياء حبيبي نصل بها الوالدين في قبرهما الدعاء لهم الاستغفار لهم الصدق الجارية صيام ما فاتهم من الفريضة الحج والعمرة عنهما إذا كان لم يحج لكن بشرط نكون حجين عن نفسنا وآخر حاجة أن نصل أصدقاء الأب والأم بعد موتهما بفضل الله سبحانه تعالى رحم الله والديكم جميعا ووالدينا وجميع آباء وأمهات المسلمين الذين ماتوا وجمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته